أهل المتابعين كيران كنت منكم تكونوا بخير وعلى خير فيديو جديد في النهار جديد كما عودناكم أخبار جديدة وتطورات جديدة اليوم جنان هدروا على القضية اللي نايدة في السوصل الميديا واللي كما سموها بعض المؤثرين الأباطرة اللي نايدة بيناتهم بطبيعة الحال اللي هما لا حول القوة إلا بالله كما قلوا إلا بغيت تسمحهم خاصة كدير الكيت لأن صوفيا طالوني هاد وسامير الدودي كيتعاطوا بعضيتهم لأنهم ما كيحشموش في مرة لدرجة أن صوفيا خرجات كتتحدى سامير الدودي وكتهضر معاها على البنت ديالها اللي كتقولها أنها مسجونة وأنها غي وحدة اللي ديعة ووحدة اللي يسترلي جابت الكروشة الحرام وكذلك أنها مقطعي ديها يعني شمكارة وزيد وزيد من الحضراء وقد تحدى صوفيا كتتحدى سامير الدودي باش تجيبها في البرنامج ديالها كما قلت لها صوفيا أنها متشواش غي الناس إنما حتى العبرة ديال بنتها اللي هي دلعة وأنها بواحد اللفت اللي هو خيب ما نقدروش نحضره فيه هكذا أنا عندنا متتبعين تبارت الله ما شاء الله حتى موتنا والأباء ديالنا يعني ما نقدروش نحضره نيشا ولكنتو ما غتفهموا لأن هاد صوفيا كتعرف بزاف الحقيقة ديال السامير الدودي والأسرار الخبايا اللي كتخبيها عليها وعلى بنتها واليوم فضحتها وقالت لها أن بنتك هي غي بنت الزنقة وما عايشاش عايشة زوينة إنما عايشة من الحبز البرة بالزنقة وعايشة أنها كتشرط يديها وكتولد بأغي بالحرام الله يسترنا ويستركم يا ربي وهاد الشي كامل كتتحدى فيه ساميرا باش تجيبها في البرنامج ديالها وليوم غا نتسننو شنو غدير ساميرا وشنو غايكون الرد ديالها حي تشبتت لها بنتها لأن الصراحة أي واحد كتشبت له البنت دياله أو لا الولاد دياله راه ما غا يعجبوش الحال وهات الشي اللي غا نتسننو ونشوفوا القنبلة اللي هاتفرقها حاو تاني سامير الدودي ولكن كما كتعرفوا أن صوفيا ما عندها لاش تحشملي أن الفضائح ديالها سوف يعني خرجهم العلن ما عندها ما تربح المهم أخوتي هادو من المستجدات والمعطيات اللي عندنا إلى منطقة آخر ومستجدات أخرى